أعزائي طلبة الصف الأول أهلاً ومرحباً بكم في درس تجريدي الألف المقصورة اشتقت لكم كثيراً جئت اليوم إليكم من جديد أحمل كل ما هو مفيد والآن لدينا ضيفة زائرة من هي يا ترى؟ تعالوا معي حتى نرى مرحباً يا أصدقائي أنا أخدأ أحبت سنافة الحلوى ولكن لا أستطيع الرصول عليها دون مساعدتكم هل تساعدونني رجاءاً؟ حسناً انظروا معي ماذا؟ انظروا معي جيداً ما هذه الصورة؟ هيا انظروا هيا نفكروا قليلاً ما هذه الصورة؟ نعم إنها أفعى أحسنتم أنتم رائعون وانظروا هنا ما هذه الصورة؟ نعم إنها مرمى أحسنتم أحسنتم وهذه الصورة تبدو لذيذة ما هذه الصورة؟ نعم إنها حلوى حلوى الآن هيا بنا نساعد هدى لتناول بعض الحلوى هيا نقرأ الكلمات قراءة صحيحة هيا لنبدأ انظروا معي أفعى رددوا معي أفعى هيا مرمى أحسنتم حلوى أحسنتم انظروا معي جيداً انظروا إلى الحرف الملوني ما الحرف الذي تكرر في هذه الكلمات؟ نعم إنها الألف المقصورة أحسنتم أنتم حقاً رائعون أحسنتم والآن تستطيع هدى أن تتناول بعض الحلوى تبدو لذيذة اليوم أحباء الطلبة سوف نتعلم كيف نميز حرف الألف المقصورة اسمه وصوته ورسمه لفظاً وكتابةً كما سوف نتعلم كيف نميز بين الألف المقصورة واليام نطقاً وكتابةً والآن سأقرأ جملة التجريد فانتبهوا لقراءتي جيداً هيا نبدأ قفزت ريمو على ساق واحدة قفزت ريمو على ساق واحدة والآن سأعيد قراءة الجملة وأعد خلف القراءة قفزت قفزت ريمو على ساق واحدة على انتبهوا إلى الحرف الملون في كلمة على ما هذا الحرف؟ نعم إنها الألف المقصورة أحسنتم نعم إنها الألف المقصورة وصوتها آ كما في كلمة على أحسنتم أنتم رائعون أحسنتم هيا نكرر مرة أخرى اسمها الألف المقصورة وصوتها آ كما في كلمة على أحسنتم أنتم حقاً رائعون والآن والآن ما هذه الصورة؟ انظروا معي جيداً ما هذه الصورة؟ هيا نتذكر سوياً هيا نفكر قليلاً ما هذه الصورة؟ نعم أفعى أفعى انتبهوا جيداً إلى حرف الألف المقصورة في كلمة أفعى أين أتى حرف الألف؟ نعم أتى في آخر الكلمة أحسنتم رائعون أتى في آخر الكلمة وكيف يكتب يا ترى؟ هيا نرى انتبهوا معي جيداً سأبدأ الآن من النقطة الحمراء نرسم رأسها فوق السطر وجسمها تحت السطر ومن ثم ارتفع قليلاً عن السطر تبدو جميلة تشبه البطة كما في كلمة أفعى أحسنتم والآن انظروا معي جيداً انظروا معي جيداً ما هذه الصورة؟ مر ما هيا نردد سوياً مر ما أحسنتم أين أتى حرف الألف في كلمة مر ما أتى في آخر الكلمة أحسنتم انظروا جيداً كيف يكتب حرف الألف سأعيد مرة أخرى سأبدأ الآن من النقطة نرسم رأسها فوق السطر وجسمها تحت السطر ومن ثم ارتفع قليلاً إنها تشبه البطة تبدو جميلة انتبهوا معي جيداً إلى كلمة مر ما أفعى انتبهوا جيداً أحبائي دائماً تأتي الألف المقصورة آخر الكلمة كما في كلمة مر ما أفعى أحسنتم والآن انظروا معي جيداً انظروا إلى كلمة أفعى مر ما انتبهوا معي جيداً لحرف الألف المقصورة شكل واحد فقط تعرفنا عليه كما في كلمة أفعى مر ما أحسنتم صنعاً أحسنتم أنتم حقاً رائعون والآن أحباء الطلبة وبعد أن استطعنا أن نميز حرف الألف المقصورة اسمه وصوته ورسمه لفظاً وكتابة الآن سوف نتعلم كيف نميز بين الألف المقصورة واليا نطقاً وكتابة مهلاً لدينا ضيف زائر من هو يا ترى؟ تعالوا معي حتى نرى أنا هادي أقول هدى أحب لعب الكرة مع أصدقائي أحتاج إلى المساعدة كي أصل إلى النادي حسناً هادي يريد أن يصل إلى النادي هيا نساعد هادي في الوصول إلى النادي ولكن انظروا معي هنا هيا انظروا معي إلى كلمة هادي هادي انظروا إلى الحرف الأخير في كلمة هادي هادي ما هذا الحرف؟ نعم إنها الياء ترافقها نقطتان جميلتان أسفل الحرف النادي هيا نقرأ سوياً النادي انظروا معي جيداً إلى الحرف الأخير في كلمة النادي نعم إنها الياء الآن ما نوع اللامي في كلمة النادي نعم لام شمسية تكتب ولا تلفظ رددوا معي النادي هيا نقفز النادي أحسنتم والآن هيا نساعد هادي كي يصل إلى النادي هيا نقرأ الكلمات قراءة صحيحة لنبدأ معاً شادي سامي فادي الآن ها قد وصل هادي إلى النادي أحسنتم أحسنتم أنتم حقاً رائعون انتبهوا معي إلى الحرف الملوني ما هذا الحرف؟ نعم إنها الياء ترافقها نقطتان جميلتان أسفل الحرف كما في كلمة هادي سامي فادي هادي رددوا معي مرة أخرى هادي سامي شادي النادي أحسنتم صنعاً أنتم حقاً رائعون والآن انظروا معي جيداً انظروا معي إلى الألف المقصورة والياء انظروا جيداً هل هناك فرق بين الألف المقصورة والياء؟ نعم أنتم رائعون الألف والياء يتشابهان في الشكل ولكن الياء ترافقها نقطتان جميلتان أسفل الحرف بينما يختلفان في الصوت صوت الألف المقصورة آ وصوت الياء إي كما في كلمة هادي هدى أحسنتم والآن هيا نمرح ونتعلم مع هدى وهادي انتبهوا إلى الحرف الأخير في كلمة هدى ما هذا الحرف؟ نعم إنها الألف المقصورة هادي ما هذا الحرف؟ نعم إنها الياء أحسنتم أنتم حقاً رائعون والآن لنبدأ اللعبة هيا هل أنتم مستعدون؟ هدى هادي ماذا سوف نفعل؟ هدى تبحث عن الكلمة التي تنتهي بالألف المقصورة أما هادي يبحث عن الكلمة التي تنتهي بالياء هيا لنبدأ هيا نقرأ الكلمة هيا رامي هيا نردد سوياً رامي انظروا إلى الحرف الأخير في كلمة رامي ما هذا الحرف؟ ألف مقصورة أم ياء؟ نعم نعم ياء أحسنتم والآن سل و سل و انتبهوا جيداً إلى الحرف الأخير في كلمة سل و ما هذا الحرف؟ نعم إنها الألف المقصورة ما هذا الحرف؟ نعم إنها اليا أحسنتم والآن متى؟ متى؟ ما الحرف الأخير في كلمة مدى؟ نعم إنها الألف المقصورة أحسنتم أنتم حقاً رائعون والآن أبناء الطلبة افتحوا الكتاب صفحة مائتين وأربع وثلاثين لكتابة حرف الألف المقصورة كتابة صحيحة وبهذا نكون قد أنهينا تجريد الألف المقصورة شكراً لحسن استماعكم وأود منكم التدربة على كتابة الحرفين كتابة صحيحة إلى اللقاء أود أن ألقاكم مرة أخرى دمتم بصحة وعافية إلى اللقاء أعزائي الطلاب لأسئلتكم واستفساراتكم حول درس اليوم تواصلوا مع معلم الصف عبر تطبيق تيمس بصحة ترجمة نانسي قنقر بوصر اتخابة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا لحسن استماعكم واود منكم التدربة على كتابة الحرفين كتابة صحيحة الى اللقاء اود ان القاكم مرة اخرى دمتم بصحة وعافية الى اللقاء